من المثاني والقرآن العظيم واختلف العلماء في معنى هذه السبع المثاني من هذه الآية الكريمة والقول الراجح الصحيح هو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أن السبع المثاني هي فاتحة الكتاب العزيز فقد وردت بذلك روايات صحيحة من عدة طرق عنه عليه الصلاة والسلام حيث قال الحمد لله رب العالمين هي أم الكتاب وهي السبع المثاني وورد هذا الحديث بألفاظ متعددة والحديث صحيح ومن أجل ذلك فإنه يصار في تفسير معنى قول الله تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبع من المثاني إلى ما دل عليه هذا الحديث الصحيح وإلا فإن في المسألة أقوال أخرى ونسبت إلى طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم ولمانع من ذكرها إذ إن هؤلاء لم يبلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمنهم من رأى بأن السبع المثاني هي السبع الطوال من كتاب الله عز وجل أي من البقرة إلى براءة التوبة ومنهم من رأى بأن السبع المثاني هي سبع مخفية من سور الكتاب العزيز والحكمة من أخفائها هي لأجل أن يعتني المسلمون بكل سور القرآن الكريم وبكل أجزائه وآياته تحريا لفضل هذه السبع المثاني وهذا القول له وجاهة لو لم ترد السنة دالة على ما دلت عليه وقيل بأن السبع المثاني هي وجوه لأن الله تبارك وتعالى وصف كتابه الكريم بأنه الله قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فالقرآن الكريم كله موصوف بأنه مثاني فحمل هؤلاء السبع المثاني على سبعة وجوه في كتاب الله عز وجل من أمر ونهي ووعد ووعيد وقصص وأمثال وأخبار الأمم السابقة فقالوا هي سبعة وجوه تتكرر في كتاب الله عز وجل وهذا هو معنى أيضا المثاني فهي إما أن تكون جمع مثنى أو أن تكون جمع مثنى والمقصود من ذلك التكرار لا التكرار الذي يمكن أن يتبادر إلى الذهن من معناه أنه تكرير المعاني مرة بعد مرة إلا بالقدر الذي يثبت المعنى ويحقق الموعظة ويبلغ رسالة كتاب الله عز وجل فهذا العطف في تكرار آيات الكتاب العزيز ومعانيها في القرآن كله بهذه الجودة والإتقان والإعجاز هو المقصود بالمثاني وفي الذروة من ذلك أم الكتاب التي هي فاتحة الكتاب العزيز سورة الحمد أو سورة الفاتحة أيضا هي أسماء صحيحة وردت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذن هذه هي خلاصة أقوالهم في السبع المثاني وتقدم أن القول الصحيح هو الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أنها سورة الفاتحة والله تعالى أعلم هل رقحتم هذا الرأي الأول بناء على هذا الذي ورد بمعنى الاستدلال بالحديث النبي أم لأن الفاتحة استحقت هذا الإفراد لشيء معين فيها الأصل في هذا هو ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا قول جماهير العلماء لأن الحديث صحيح ورد في الصحيح ورد أيضاً عند أصحاب السنن والمسانين وروي من عدة طرق عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعبرة بالروايات الصحيحة منها فالحديث صحيح وبذلك يفسر به هذا المعنى طبعاً مما وأغلب المعاصرين أيضاً على هذا الرأي لكن مما ينبغي التنبيه عليه هو أن وجود أقوال أخرى كما تقدم إنما تنشأ من عدم وصول هذه الأحاديث والروايات إلى قائلي تلك الأقوال ولذلك فإنهم اجتهدوا وحاولوا الجمع بين الدلالات هذه الأوصاف الموجودة في القرآن الكريم فحتى لا يساء فهم معنى السبع المثاني القرآن كله موصوف بأنه مثاني ويقصد من ذلك ما يرد فيه من تكرار للمعاني وتوكيد لها كالثوب الذي يثنى يعطف بعضه على بعض لا كالثوب الذي يقطع قطعة قطعة أو المادة التي يمكن أن تقطع ثم يراكم بعضها على بعض لا هو ثوب واحد موصوف بالحسن والبهاء والكمال والإتقان لكنه يثنى يعطف بعضه على بعض كذلك آيات الكتاب العزيز هي من حيث من عدة وجوه يكون هذا التكرار فيها من تكرار تلاوتها من تأكيدها وتوكيدها للمعاني من تفسيرها لما في الكتاب العزيز من تفسير القرآن للقرآن نفسه بحيث إن هذا المعنى قد يرد مجملا في موضع ثم يأتي مبينا في موضع آخر قد يأتي عاما في موضع ثم يأتي مخصصا في موضع قد يأتي مطلقا في موضع ثم يأتي مقيدا في موضع آخر قد تأتي القصة على سبيل الإجمال ثم تأتي مفصلة قد يأتي الحكم على سبيل الإجمال ثم يأتي مبينا في موضع آخر هذا هو معنى المثاني والقرآن الكريم كله موصوف بأنه كذلك ولكن سورة الفاتحة لعظيم فضلها ولشرفها ولمن طوت عليه هذا هو المعنى الثاني الذي تشيرون إليه ولذلك اجتهد المفسرون والعلماء في بيان سبب استئثار سورة الفاتحة بهذا الوصف على جهة التخصيص ولهم في ذلك أقوال حسنة كثيرة وكانت لي فيها أيضا محاولة وهي في محاضرة منشورة أيضا يمكن الرجوع إليها فيما يتعلق بفاتحة الكتاب العزيز هكذا عنوانه نعم جميل